موسيقى مساء الخير تميز ما بين القرآن الكريم وتفاسير الفقهاء وتقول إن كل القراءات للتشريع القرآني هي قراءات بشرية ولو ادعت البعد الإلهي أو المفارقة مؤلفة ناقصات عقل ودين وحيرة مسلمة تعيد النظر في مشروعية الأحكام حول الإرث الزواج طاعة الزوجة لزوجها وكذلك أحكام الحياة الجنسية للمجتمع الإسلامي مغامرة صعبة وخطرة تنكبتها ضيفتنا من تونس دكتورة ألفا يوسف شكرا لتشريفك سيدتي إلى قريب جدا شكرا لكم على الاستضافة سيدتي أنت حائرة كمسلمة عنوان كتابك حيرة مسلمة شو سبب الحائرة لديك؟ هي في الحقيقة ليست حائرة في الإسلام ولكن حائرة في المسلمين المسلمين الذين يخلطون بين التفسير البشرية التي يمكن أن تتعدد أن نختلف فيها أن نتناقش حولها وبين المعنى الأصلي للنص الديني الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى فالحائرة هي في المسلمين وليست في الإسلام على كل حال أتروحة الدكتوراه في جامعة تونس لحضرتك هي حول تعدد المعنى في القرآن الكريم ومنها كان المنطلق إذ تبينت أنه لا وجود أقول لا وجود لآية واحدة في القرآن أجمع المفسرون على معنى هناك دائما اختلافات وهذا أمر طبيعي لأن النص اللغوي قابل لأكثر من قراءة ممكنة المشكلة هو عندما يقرر أحد الفقهاء والمفسرين أن رأيه هو رأي الوحيد ويريد أن يفرضه بالقوة على الآخرين ربما المشكلة حين تأتي سلطة سياسية وتتبنى رأي أحد الفقهاء وتفرضها على المسلمين وهذا ما يحصل هناك رأي ثم تتبنى سلطة سياسية لكن المشكلة أن السلطة السياسية لا تقول أنا أفرض هذا الرأي بقوة السيف بحد السلطة تقول أنا أفرضه لأنه الرأي الحقيقي لأنه المعنى الديني وهذا خلط بين الديني والسياسي اعتبرت في مجمل مؤلفاتك أن التفسيرات الفقهية القديمة والحديثة منغلقة ورجعية وأن أحد أسباب ذلك أن وراءها رجال سيدتي ألا يمكن أنك كمرأة تميلين إلى تفسير النص الديني لمصلحة المرأة بينما قد لا يكون كذلك بالضرورة المشكلة ليس مصلحة المرأة أو الرجل فقط ما قلت هو أن اشتغال المرأة بالتفسير القرآني أو نظرها في مجال قراءات النصوص الدينية عبر التاريخ كان نادرا جدا وهذا ما جعل الرؤية الذكورية الغالبة خاصة في القرون الوسطى ثم تواصلت إلى الآن عند كثير من المفسرين هي الغالبة ليس المسألة عندما نفسر ليس أن تكون المصلحة لمن نحاول أن نفهم مقاصد التشريع الأطر العامة التي فيها تنزل النص القرآني الأهداف التي يسعى إليها الدين وهذا في نهاية الأمر في مصلحة الإنسان رجلا كان أمي امرأته سيدتي حسب كتابك حيرة مسلمة في المراس والزواج والجنسية المثلية أنت هل تسعين لإعادة النظر في أحكام القرآن الكريم في هذه القضايا؟ هذا من المشاكل التي حصلت لي من جراء هذا الكتاب هذا الكتاب لا يقدم أحكاما يعني لا يحلل ولا يحرم فهذا ليس عملي ولكن يبين إمكانات أخرى للقراءة وفي كثير من الأحيان وهذا الغريب هذه الإمكانات ليست إمكانات لقراءة خاصة أقدمها ولكنها إحياء لقراءات قديمة وقعت تغافل عنها قراءات لابن عباس قراءات لمفسرين آخرين أخفلت لأنها لا تتماشى مع مصلحة البعض تونسية وهذا الكتاب يعيد النظر فيها ويقدمها للناس نعم لكن الأحكام الثابتة هي أحكام لطالما كانت كذلك وأجمع عليها طوال قرون الفقهاء رغم تباينات معينة يعني كمثل تفسيرك للجنسية المثلية أو اللواطية أنت تعتبرين أن القرآن لم يدن المثلية الجنسية بل أدان اغتصاب الرجال للرجال وليس العلاقة الجنسية برضى رجلين على سبيل المثال على سبيل المثال قلت القرآن لم يعرض للعلاقة الطوعية بين رجلين وبينت أن اللواط ليس هو المثلية الجنسية وهذا ليس كلامي وإنما استنادا إلى الطبري وإلى الرازي وسواهما الذين يقررون أن اللواط هو اختصاب اختصاب الضيوف الذي كان يقوم به قوم لوت إضافة إلى إلحاق الأذى بهم إضافة إلى المنكر إلى السب للشت من ضربهم بالحجر فأن نقول القرآن لم يعرض للمثلية الجنسية الذكورية ليس معلها تحليل أو تحريم بالضبط كأن نقول القرآن لم يعرض للمخدرات ثم مسألة التحليل والتحريم تأتي فيما بعد باجتهادات وقراءات ونظر أهل الذكر والمختصين في هذه المسائل سيدتي رح ندخل أكثر إلى كل هذه المواضيع لكن أنا بعض ما قرأت على الإنترنت في نقدك أحدهم قال لك ارتدي الحجاب ثم تكلمي إذا كان الحجاب ركنا من أركان كلامي المسلمة في الدين فعلى هذا السيد أن يأتي بما يثبت ما يقول أنا بالنسبة إليه أقول دائما أحترم المحجبات وأحترم قراءتهن للنص الديني ولكن أقدم وقدمت في كتاب ناقصات عقل ودين قراءة تبين أن الحجاب ليس فرضا ولو كان فرضا لأرتديته بصفة مسلمة وهذا لا يلزم إليه عندما أقول ليس فرضا بالنسبة إليه وهذه علاقة خاصة لا يحاسبني عليها إنسان وإنما يحاسبني عليها الله تعالى فمثلما أحترم الأخريات والآخرين أطلب وهذا نقص لدى المسلمين اليوم من الآخرين أن يحترموا اختلاف الناس عنهم في قراءتهم للنص الدينيين أعلنت العام 2009 أنك بصدر رفع قضية ضد صحيفة العرب القطرية علما لماذا؟ ألا يجدر بك احترام كل الأراء؟ المسألة هنا ليست مسألة آراء وإنما وصلت إلى حدود الاتهام بأمر لم أرتكبه وهذا الأمر قد يؤدي إلى خطورة علي وعلى حياتي ما هو هذا الأمر؟ أتهم بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صفحتي في الفيسبوك لماذا؟ لأني طرحت سؤالا وجد في كتب التراف قلت لماذا منع أو رفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب على ابنة الرسول فاطمة وقال إن هذا الزواج يؤذي فاطمة وما يؤذي فاطمة يؤذي الرسول في طرح هذا السؤال وهو سؤال عادي ومذكور في كتب التراف هناك البعض الذي وجد